زوجان لهما ثلاثة أبناء أكبرهم في الثانية عشرة من عمره وأصارهم عمره ست سنوات كانت الزوجة تقوم برعايتهم قبل أن تستلم وظيفتها منذ عام رغم أنها لم تكن بحاجة مادية لها وكان حمزة يواضب على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي تعلق قلبه بها وكثيرا ما كانت أمه تمنعه من صلاتها خوفا عليه من الظلام وكثيرا ما كان يخرج لصلاتها ويعود دون أن يشعر به أحد وأثناء العطلة الصيفية كانت الأم تذهب لعملها في الصباح أولا ثم يذهب الأب إلى عمله بعد أن يحكم إغلاق النوافذ كلها من الداخل ثم يغلق باب شقته وأولاده بداخلها وكانت الأم تنزعج إذا تحدث إليها أحد الأقارب أو الأصدقاء حول موضوع ترك الأطفال لوحدهم أو إذا نصحها أحدهم بأن أسلوب تركهم في البيت لوحدهم وغلق الباب فيه خطورة شديدة على الأطفال فهي مقتنعة تماما أن خروجهم من الشقة هو الخطر بعينه أما جلوسهم في الشقة وفي الطابق الأول وقد أحكمت إغلاق الأبواب والنوافذ وهيأت لهم الطعام والشراب ووسائل التسلية لهو في نظرها قمة الأمان فقد آن الأوان لها أن تنظر لنفسها وأن تحقق أهدافها الشخصية بالالتحاق بوظيفتها ولتغير صفة ربة المنزل التي لا تصلح في نظرها إلا للأميات وفي أحد الليالي قرر حمزة أن يصلي الفجر في المسجد وعندما هم بالخروج وجد الباب مغلقا من المفتاح فأخرج نسخة من حقيبة أمه ثم ذهب وصل الفجر وعندما عاد نسي أن يضع المفتاح في حقيبة أمه فنام والمفتاح داخل جيبه وفي الصباح وكالعادة خرجت الأم للذهاب لعملها أولا ثم خرج الأب بعد أن أغلق النوافذ من الداخل وباب الشقة من الخارج وعند الساعة العاشرة شعر الأب بقلق كبير فاتصل بأولاده ولكن لا مجيب فامتلكه خوف عظيم ثم اتصل بأمهم في العمل فقيل له أنها في اجتماع هام مع المدير وبقية الموظفين فأعاد الاتصال بأولاده ولكن لم يرد أحد فاضطر للاستئذان من عمله وانطلق بسيارته مسرعا إلى بيته وعند وصوله شاهد ألسنة النيران التي بدأت شرارتها من مكيف الصالة ثم انتشرت سريعا في أنحاء الشقة فأخذ الأب يصرخ ويدق على الباب بشكل هستيري محاولا فتحه ولكن الجيران أبعدوه حتى لا تلتهمه النار جلس الأب يبكي بعدما تأكد أن أبناءه الثلاثة قد ماتوا جميعا وذلك بسبب خطأهم بإغلاقهم كل النوافذ من الداخل والباب الخارجي عليهم وفي هذه الأثناء جاءت الأم وشاهدت المنظر فأغمي عليها وسقطت على الأرض بجانب زوجها ثم جاء رجال الإطفاء والإنقاذ متأخرين بعد أن أكلت النيران الأخضر واليابس في هذه الشقة وبعد قليل أفاقت الأم وأفاق الأب وواصل البكاء ثم فجأ الجميع بحمزة وإخوته يأتون من بعيد فكبر الحاضرون غير مصدقين وأسرع الوالدان إليهم وهما في ذهول تام ثم قال حمزة لأمه آسف يا أمي لقد أخذت مفتاح الشقة من حقيبتك وخرجت وصليت الفجر ونسيت أن أعيده إليك وعندما اشتعل المكيف أخذت أخوي وفتحت الباب وخرجت بهما وأغلقت الباب خلفي ثم ذهبنا إلى المسجد نقرأ القرآن وندعو الله أن يؤجرنا في مصيبتنا ومن التعمل من بعض الوقت حتى صلاة الظهر وبعد أن صلينا عدنا إلى هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اعتذرت الأم لأبنائها وندمت على سوء تفكيرها بحبس أبنائها والذهاب لعمل لا تحتاج لراتبه وقررت البقاء مع أبنائها دائما وأن تشجعهم على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي حفظ الله بها أبنائها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور رجل غني يملك مزرعة فاكهة خاصة به كانت تخرج له أجود الأنواع وكان بجانب مزرعته قطعة أرض زراعية لرجل فقير صالح لا يمتلك سواها وأولاده الثلاثة ما زالوا صغارا ولم يستطع زراعتها لمرضه وعدم وجود أموال للإنفاق عليها وقد حاول هذا الغني كثيرا مع صاحب الأرض كي يوافق على بيعها له ولكن صاحبها رفض وبرر رفضه البيع بأن قطعة الأرض هي ملك لأبنائه الصغار وأنه حارس عليها فقط وليس من حقه التفريط فيها قرر الرجل الغني الحصول على أرض الفقير ولو بالقوة خاصة أن الفلاح الفقير لا يملك أوراق تثبت ملكيته لتلك الأرض التي ورثها عن والده حيث أن أغلب الأهالي في القرى لا يهتمون كثيرا بالأوراق الرسمية أحضر الرجل الغني شاهدين ودفع لكل واحد منهما مبلغا كبيرا مقابل الشهادة أمام المحكمة بأنه المالك الشرعي للأرض وبالفعل بعد عدة جلسات استطاع الرجل الغني الحصول على تلك الأرض حزن الفلاح الفقير حزنا شديدا ورغم مرضه خرج من بيته يبكي ويصرخ قائلا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من الظالم حاول صاحب المزرعة كثيرا زراعة أرض الفقير ولكن دون فائدة مع أن الخبراء أوضحوا له أنها أرض صالحة للزراعة وضاع عليه كل ما أنفقه لزراعتها لم تكن هذه أول صدمة يتلقاها صاحب المزرعة بل إن مزرعته التي تميزت بإخراج أعلى وأجود أنواع الفاكهة قد بدأت الآفات والحشرات الأرضية تتسلط عليها في وقت الحصاد وخسر أيضا الكثير من الأموال وتمر الأيام وهي تعرض صاحب المزرعة وأبناؤه لعدد من الحوادث التي كادت أن تودي بحياته وحياة أبنائه فاستمع لنصيحة زوجته بالتوبة إلى الله وإعادة الأرض لأصحابها اقتنع صاحب المزرعة بكلام زوجته واستغفر ربه وتاب إليه وأعاد الأرض لصاحبها وتكفيرا عن ذنبه في حق صاحبها وتعويضا له عما أصابه من حزن وأسى أعطاه مبلغا من المال كي يعينه على زراعتها وأهدى إليه بعض المعدات التي تساعده على الزراعة ففرح صاحب الأرض كثيرا وإذا بالأرض التي لم تنتج من صاحب المزرعة قد أصبحت أفضل إنتاجا من أي أرض كما أن صاحب المزرعة وجد المزرعة قد اختفت منها الآفات والحشرات ولم يعد لها أي أثر وعادت تنتج كما كانت من قبل فحمد الله كثيرا فعلم أن ما حدث له من هم وحزن وحوادث وخسائر مالية كان بسبب ظلمه للرجل الفقير الذي استطاع عن طريق الأرباح أن يربي أولاده ويوسع على أسرته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ترجمة نانسي قنقر